فاشتعرفوا باللي لما تكلمنا في الوقت هذاك قال لي لقيت صالح تكلمنا من منطلق حب الجزائر ما كانش حاجة واحد اخرى وانصحناه من منطلق حبنا للجزائر ولكن نسمع الكلامنا هو والناس اللي كانوا ضايرين به والناس اللي كانوا هما لو كان رانا مرينا بهذه المرحلة وراها الجزائر في وضع واحد اخر ولكن للأسف الشديد كانت الناس صفي في حساباتها هذه الحقيقة والان يتحملوا مسؤوليتهم وكل الناس اللي يهومها يمشيوا في هذا الفلك من تعتصفية الحسابات اراني قلتها لكم وكاتبها نوار سيوربلون لن تجني الجزائر منه الا الاشواك الا الالام الا الدموع الا المأس خطي واضح البارح واليوم وقدوة اشتركوا في القناة